بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة للإجابة على مئات أو آلاف وربما ملايين الأسئلة عن السحر وسحرني وتلبسني الجنة وأنا مسحور وأنا مسحورة يعني كفانة خرافات كفانة كذب كفانة دجل كفانة عكس الحقائق التي يتحدث عنها القرآن أي سحر هذا؟ قالوا يوجد عين أصابني في العين يا أخي محلات مجوهرات يضع أرقى أنواع المجوهرات أمام الناس فلو كان في عين يجب أن تتحطم كل محلات مجوهرات محلات السيارات تعرض أرقى أنواع السيارات فلو كان في عين وتصيب وتحطم لا تحطمت كل السيارات الفاخرة وكل المجوهرات الفاخرة الله قال ومن شر حاسد لم يقل من عين حاسد فالعين هي وسيلة فيزيائية لتلقي الضوء وليس لها علاقة بكل الأمور نأتي بما يسمى السحر أو الجن تلبسني الله سبحانه وتعالى يقول صراحة 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 افهموها بصورة طه ولا يفلح الساحر حيث أتى فإذا سحرني وأفلح معنى ذلك هذه الآية غير صحيحة حاش الله ولا يفلح الساحر حيث أتى وماذا قال موسى؟ قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله لماذا؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين فإذا الساحر سحرني معنى ذلك أن الله قد أصلح عمل هذا المفسد والله لا يصلح عمل المفسدين أي سحر هذا؟ كل الشعوب تفكر في الحضارة بالفكر بالاختراعات كل يوم ونحن نفكر سحرني وسحرته وكتب لي وكتبت له أنا بالذات وأقولها لكم بكل صراحة قابلت مئات الساحرين قلت له أرجوك أرجوك يا أخي سحرني أرجوك سحرني بدك فلوس بعطيك سحرني أو أتحداك تسحرني يعني اذهب إلى الساحر قل له يا أخي سحرني أتحداك تسحرني أيها الناس كفانا خرافات الجن العاديين ليس لهم أي صلة معنى على الإطلاق بنص قرآني واضح الجن العاديين لم يسمعوا بعيسى عليه السلام فكيف يعيشون بيننا؟ في الحمام وبالليل ومي صخنة ومي بردة لو كان الماء الساخن يحرق الجن في الحمام الفنادق مثلا الخمس نجوم حماماتها تعمل ليل نهار حينما أنت يا سيدة البيت في الليل تقوم بعملية الخسيل فالخسالة تفرغ ماء حرارته تسعين فيجب أن الجن لا يتركوا ولا خسالة على وجه الأرض لأن الخسالة تعطيه مي صخنة وحرقه الشيطان هو جني إلا إبليس كان من الجن وهو ألد أعدائي والله قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فهذا عدوي الذي أمامي والذي يراني هذا ما هو قادر يتلبسني وينتظر حتى يأتي جني عادي ما له علاقة معه يتلبسني وهذا الإبليس الجني يعني ينظر عليه ويتفرج الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا كان ضعيفا وإبليس يوم القيامة سيعترف ما كان لي عليكم من سلطان أي تأثير إلا الفكر إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي أليست هذه آيات أليست هذه حقائق من أين اخترعنا فكرة الجن والتلبيس هذه جاءت من أساطير الأولين ضربوا وقتلوا وأخرج الجن وطالع الجن يا أخي هذه أمراض تحتاج إلى علاج طبي كفانة كذب كفانة دجل كفانة شعوزة كفانة تخلف كفانة تحجر بالفكر إنهضوا فكروا في الحضارة فكروا في العلم فكروا في الاختراعات فكروا في النجاح وكفانة جن وتلبيس وراحوا إجا وهالبيت مسكون وهالغرفة مسكونة وهذا ما هو مسكون أي مكان أي مكان في العالم غير مسكون الجن ليس لهم علاقة معنا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى أين عيسى لم يسمعوا بعيسى عليه السلام وهناك مليارين أخ مسيحي في كل الكرة الأرضية لم يسمعوا في عيسى أبدا فالجن ليس لهم علاقة والجانب الكافر ليس له علينا من سلطان إلى اللقاء في حلقة أخرى والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر